ومن بغداد ينضم إلينا دكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة أرحب بك دكتور إياد يعني الوجود الأمريكي العسكري في العراق ليس بالجديد لكن الجديد حسب التقرير هو زيارة ترامب يعني أين كانت ملابسات هذه الزيارة بعض تحدث عن إنها زيارة مفاجئة مكتب رئيس الوزراء قال إنها تمت بالتنسيق مع الدكتور عبد المهدي لكن أين كانت ملابسات الزيارة لماذا أثارت كل هذا الصخط والرفض المفاجئ لدى القوى السياسية في العراق يعني هذا الموقف هو بالحقيقة قديم جديد القديم فيه أنه هناك مشكلة كان يثيرها الكثير من الفصائل السياسية والتي كان لديها جناح مسلح شارك في الحرض التنظيم داعش ومن ثم كان له الآن مقاعد في مجلس النواب وكان له مشاركة فاعلة في تشكيل الحكومة هذه القضية الأساسية التي أنه يعتقدون على أنه هناك التواجد الأمريكي في زمن السيد حيدر العبادي كان يتحدث بها عن من موجودينهم بالأصل مستشاري المستشارين تبين أنهم عديد يعني يتجاوز الآلاف بقضية التواجد الأمريكي في قاعدة عين الأسد وهي أحد المراكز المهمة للتواجد الأمريكي الجانب الثاني يتعلق بطريقة زيارة ترامب على اعتبار أنه التقت جنود فقط والقوات الأمريكية دون أن يهتم بلقاء السيد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء واعتبروا هذه القضية أنه تخالف حتى الأعراف التي تتعلق بالشراكة والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم أصبح الموضوع تأكيد لمواقف قديمة بأنه يجب أن لا يكون هناك فيما يخص تفاصيل الزيارة الدكتور العبادي أو مكتب دكتور العبادي فسر بأنه حدث عدم تنسيق أو عدم اتفاق في ملابسات الزيارة بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي هكذا كان البيان الصادر من مكتب دكتور العبادي سيد عادل عبد المهدي وليس العبادي نعفوا أنه تحدث عن قضية الاختلاف في قضية المكان اللقاء بالمكان كان أنه يبدو وكان هناك استعدادات بأن يذهب إليه سيد عادل عبد المهدي أو سيد رئيس الجمهورية ولقائه في قاعدة عين الأسد وعلى هذا الأساس أصبح أنه موضوع هناك تبايل في وجهات النظر كما وضح مكتب السيد عادل عبد المهدي لكن أعتقد هذه القضية تتعلق بأنه هناك عراف دبلوماسية يجب أن تكون حاضرة البعض يبرر هذه القضية على اعتبار هناك اتفاقية إطار تعاون ستراتيجي أمريكي بإعراقي تخول لرئيس الأمريكي الدخول لكن نحن نتحدث كما حدث في ألمانيا تحديدا لكن نتحدث الآن مع حكومة جديدة ويجب أن يكون هناك دعم للحكومة الجديدة بزيارة ترامب هذا تشكير السياسي الذي يطرح بالدرجة الأساس على الاعتراض بعدم أنه حضور ترامب إلى بغداد وأن يكون هناك تأكيد لمواقف هل هو شريك أم لا هل يمكن أن يقرأ هذا الرفض من قبل الكتل السياسية في إطار الموقف السياسي الشيعي من الوجود الأمريكي نفسه في العراق نعم صحيح هو هذا القراءة الصحيحة لهذه القضية لأن الكتل السياسية التي هي لديها موقف تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وترفض أي تواجد عسكري للولايات المتحدة الأمريكية والبعض الآن حتى تحالف الفتح تحديدا وكتلة البناء أغلبهم من القوة السياسية الشيعية تعتقد أن منجزها الحقيقي هو الاتفاقية الأمريكية التي خرجت على أساسها القوات الأمريكية من العراق في عهد أوباما ومن ثم تعتبر أي عودة هي انتكاسة سياسية بالنسبة لها بالإضافة إلى المواقف التي تعتبر بعض القوى أنها مقاومة للأمريكان وترفض أن يكون تواجد أمريكي بعناوين قواعد عسكرية في العراق طيب دكتور إياد باختصار لو سمحت يعني يبدو الآن أن هناك تحريك ربما لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإعطاء معلومات أو حتى بسحب القوات الأمريكية أو حسرها يعني ما هو الموقف ما هو فرص تسيير هذا القانون خاصة أنه الكل يعلم أن حكومة الدكتور عبد المهدي تلاقي الكثير من العقوبات في هذا التوقيت يعني أعتقد قانونيا أن هناك إشكالية في قضية الاتفاقية أنه يجب أن يكون هناك قضايا الانسحاب وغيرها يجب أن تتم بالتنسيق بين الطرفين وليس من طرف واحد والقضية الثانية تتعلق بالمواقف السياسية لكن أعتقد أن حكومة سيد عادل عبد المهدي إذا كانت جادة بحل حالة هذا الموضوع يجب أن تعمل على التوازن بقضية أنه رغبة هذه القوى السياسية التي دعمت وجودها في الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تنسيق التواجد أو إعادة تبرير تواجهها من خلال الدعم التسليحي والتدريب وأعتقد أن هذه الخطوة المهمة صعبة جدا أمام سيد عادل عبد المهدي على اعتبار أن هناك إصرار بعدم وجود أي قواعد عسكرية في العراق أو حصرها بمكانات معينة ومهام معينة شكرا جزيلا دكتور إيادة العنبر أسادة العلوم السياسية بجامعة الكوفة كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك